السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا الداخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر دي زيد اليوم الحصة بتاعنا وين غادي نتكلموا على قضية هذه تعليدات قضية تعال خوخي هذا اللي راهم الناس يتكلموا عليه كأنه سنلقوا بريزيل وكأن هذا باريزي أو بيكان باور لا نسعنا نسهم هذا الوطن واحد يعطيه الحق راحت الجنسية قاطرية وواحد يقول لك ما صعبش الدعم هنا يعني بونجح مينجا بليلي مينجا كسموه الطوغاي هذك وينجا وينجا وهذا وفين يكتكونوا هنا وراحوا بندبكة علاش راحوا بدلوا الجنسياتها وراحوا لعبوا صبح الله وقعدوا يقارعوا ويخدموا العمل 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 وبدأتجين مكانتاك يعني هذا منتخب فيه ثلاثة وعشي لعب مدرب غادي عايث ثلاثة وعشي لعب هارا ورا اي جودي وين يحسم الجدال في قضية تجاهل للجزائل للعاب بؤلام الخوخي يعني هو اللي يرفض هو اللي يرفض في 2009 رفض ما بغاش هارا وراحنا يا ولا هولا ورا يهدر يهدر في الصح الله قبوغا كان يعوز على المعيشة ويعوز منهم بعد جو هذه قضية صعب لكي ما تعفقير ما يخرج بابه بابه مع حداد الداي الشكارة والداي يحوز على ولده يروح يلعب في فرنسا ما يجيش هنا في طعو يبينوا الضعف الاتحادية أنا ذاك باش يبينوا الضعف تعالجزائر باللي الحاج محمد راو راوة ما داروالو اللي هنا هذو هنا يا حداد وجمعته مع بابه مع بابه فقير دارو كلش ايا باش يبينوا باش يخرجوا الصحافة يقول لك الاتحادية الفرنسية تصفع الاتحادية الجزائرية ومن بعد دارت من الفين و سباة عشر وحد كي جوار ما يجيشي يقول لك خائن الجوار يقول لك خائن هذه الاتحادية الفرنسية تصفع هذه ما وليس سمعوه اللي نسمعوه لعاب خائن ولو اللعاب لي يقول يا ودي خائن هما ما يتعصوش بهم و دارينهم بخيان وهي مشروع مشروع يعني ما زال يمشي لليوم من أجل تحطيم من أجل عدم استداء مواهب من فرنسا مشروع مع الإدارة أنا نستعرف شوف الروح منولي نستعرف بزاتي مشروع تقعوه مهما كان مهما كان شوف نقول الكلمة والله هو يجي 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 غوارديولا يمشي المشروع تاع بزاتي خاتزت شي عارف بلي ناس كلاب تعد راهم عم الله فمه عم الله وذنه عم الله كرشه يقول لي مين يشوفك النبحة تروح له هذه أنا عارفها كما هك وين جهدنا وين ناخب الوطني السابق يعني أي جودي وين يقطع يعني شك باليقين في قضية تجاهل الجزائر للعاب المنتخب القطري جزائري الأصب وإلام خوخي وتحدث المدرب السابق للمنتخب الوطني الأولمبي عن موضوع الخوخي الذي أثرت جيدال مؤخرا مع اختلاف موعد نسف نهائي منديال العرب بين قطر والجزائر وكشف أي جودي لدى نزوله ضيف على برنامج رياضي يبث عبر قناة جيل دي زاد الإلكتروني أن الاتعادية الجزائرية وجهت الدعوة رسمية للخوخي من أجل الاتحاق بالمنتخب الأولمبي أواخر 2009 وأضاف المتحدث أن اللعاب السد القطري رفض رسميا الدعوة الجزائر للمشاركة مع الأولمبي وقال المدرب السابق لمدودية وهران أنه التقى مع أحد المقربين بوعلام الخوخي الذي أكد له أنه كان مع اللعاب عندما كان يتصل به ورفض الرد على الهاتف بوعلام الخوخي كان باغي جنسية قطرية متالقة وعن موقف الرئيس الاتعادية الجزائرية للكرد القدم أنذاك من قضية وانأكد جودي أن السيد الحاج محمد روروا وانأتصل به شخصيا وبعد قل المدرب قال له راح القطر بسحته قال له سايك راح القطر بسحته ولماذا لم تكن تعيط له راح القطر السرات القاضية تسموه تضروك بايردوه الناس خرجوا وخدا أخرين بايردوه باللي راح ونغبن وراح مشي وقطع فوق الأجمال وقطع فوق الباعير وقطع ماعير وكي تتغلوه هي حاجة ذيقة حاجة ذيقة براح هناك دعا بين مستوى أول مستوى أول مستوى أول مارك مستهدروا عليهم تهدروا الخوخي يلعب في قطر في قطر مستوى أول مارك مستهدروا عليهم اي تنور يطير ازداد قا يطير عدلي يطير شرقي يطير كيف تشاهدوا عليهم هذا هو قا حوانا العروسي خاين العروسي خاين هذا قارديا في راسويس خاين هذاك معك يسموه هذاك اللي يلعب هذاك اللي مهجزيني وبهنيجيري اللي راح يجيبوني خاين هذاك خاين هذاك خاين هذا قا حيا بايتكم بنتكم الخوخي المستوى الأول ما تجيبوش وصحافات تعناكي دائرة اوه هضروعليه هضروع المستوى الأول اللي ما مشيجو المنتخب الوطني مشيرا ما راكمش راكم بلعين عليهم الباب راكم بلعينهم الباب وتنكشف ان شاء الله بربي تنكشف ان شاء الله والله لنكشفتو يا الغيارين قال لك نتمنا الخير كما ذاك الكلمة اللي يقولوا يقولوا يتمنا لك الخير بس عمية مناش خير مننا كان يراه مضرور مي بوقرة را يربح بوقرة وصل 37 مباراة كمل 37 بوقرة كيف باش را يربح بوقرة جبناه باش يخسر باش نطردوه باش نبانوح نا على بوقرة را يربح ناس اللي همذرق ناس ولا منشور ولا كلمة ولا شيء يقارعو الناس يتهدر بليزينيتي لازم تخلص باش تهدر ناس ناس لازم تخلصها باش تهدر يتقارعوا أريدو كاش تهدر 3 ملاير ولا زو جملاير ولا لا اياه يقولوا كلمة ويدو 3 ملاير عيدكم مبروك كات ميليار اول نوفمبر يوم عظيم يقارعو كاش ما كاش ما أريدو تحك تهدر 3 ملاير اياه ويقول 1-2-3-B بالالجيري اياه يخرجوا تقول أول مرة سمعنا 1-2-3-B بالالجيري وهذه 1-2-3-B بالالجيري ملتقة في ألمانيا كلنا مستعمرين طالب جزائريين وين قالوها بالفرنسي 1-2-3-B بالالجيري باش يتهموها كل العالم هذه 1-2-3-B بالالجيري كلمة مشهورة عن جزائريين غريان عنده عامين يقول لك 1-2-3-B بالالجيري هذه رسالة للمون قالوها بكل لغات 1-2-3-B بالالجيري قالوها بكل لغات صاحبها بعد يخرج لك وين يقول وان شاء الله والله الأحساب المعلومات لهم عندي يكون نربحوا قاطر غادي يخرج واحد السيد يعطوه تهدزو جملاير في أريدو اياه يقول 1-2-3-B بالالجيري اياه يخرجوا علينا 2-3-B كلشي الأول مرة سمعتنا كلشي الأول مرة سمعتنا ناس باش يقولوا 1-2-3-B بالالجيري رامي نيغوط مع أريدو جيت قوض داليا هنا هنا ناس باش 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 يقولوا 1-2-3-B بالالجيري رامي نيغوط مع أريدو مع سriet صلط يعني نقول 1-2-3-B بالالجيري و اعطيتين إلا أجدوني زوج يود أجول مليار إذا أقول أنه يدعوني كانت مليار لأن يصلون بون توري باكد يوم جميع أجول مليار سوف يخرجون فهذا يخرجون للشكامه يقولون أول مرة أول مرة أول مرة أول مرة لا أعرفه إليها يخرجون أخيات أخرى في اليوتيوب أنظر كلمة مؤثرة كلمة مؤثرة كلمة مؤثرة كلمة مؤثرة إذا كاليفينا ستسمعها سنكاليفه ستسمعها ولكن سأجدون أسابكم أعجبك ثلاث ملاير ثلاث القام ثلاث ملاير إشار أريد وقيلة أريد أريد المهم رغم دائرين رغم نيقوصين عليها زوج ملاير ثلاث غير باش يقولكم وان تو تري كلان دي شكود باش يقولكم وان تو تري بيفا لاجيري هذا مكان وهي يوم ما قد يخرجون ناس في اليوتيوب في الفيشبوك أول مرة أسمعناها كلمة لحم شأن ملحون وان تو تري في فا لاجيري آه استيقالي هذي هذي وين كانت هذي كلمة أول مرة سمعناها كان دي شكود قال ها 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 كي با قادي تسمعها